اشتركوا في القناة وتكريمها ضمن الفائزين بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي في نسختها الثامنة تقديرا لإسهاماتها المتميزة في مجال العمل الخيري والإنساني وخلال اللقاء رحب سموه بزيارة صاحبة السمو الدكتور منا بن فهد بن محمود آل سعيد معربا سموه عن تمنياته لسلطنة عمان وشعبها الشقيقة بدوام الرفعة والتقدم كما أشهد سموه بما تشهده سلطنة عمان الشقيقة في ظل قيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان من نماء وازدهار في مختلف المجالات مشيدا سموه بما قام به جلالته من جهود كبيرة من أجل نهضة سلطنة عمان وتطورها كما نوه سموه بما اتسم به أبناء الشعب العماني الشقيقة من انضباط وحرص على تنمية بلادهم وما يتحلون به من صفات المودة والمحبة مؤكدا سموه عمق علاقات الأخوة التاريخية التي تجمع بين شعبي مملكة البحرين والسلطنة عمان الشقيقة وأعرب سموه عن سعادته بتكريم صاحبة السمو الدكتور منا بن فهد بن محمود آل سعيدة ضمن تلك النخبة المتميزة من الشخصيات العربية ذات الإسهام الواضح في خدمة مجتمعاتها وما أحرزتهم النجاحات في مجال العمل التطوعي والاجتماعي ونوه سموه إلى أهمية الرسالة النبيلة للعمل التطوعي وأثرها في تنمية وتعزيز روح التكافل والعطاء في المجتمعات وترسيخ القيم والمبادئ السامية التي يدعو إليها ديننا الإسلامي الحنيف في نفوس أفراد المجتمع من ناحيتها عربت صاحبة السمو الدكتور منا بن فهد بن محمود آل سعيدة عن خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على لفتته الكريمة التي تعكس عمق روابط الأخوة والمحبة بين البلدين الشقيقين واهتمام سموه بتنمية علاقات التعامل الأخوية بينهما منوهة بدعم سموه المستمر للعمل الخيري والتطوعي مشيدة بما تشهده مملكة البحرين من نهضة شاملة وما يشهده العمل التطوعي من اهتمام بارز على المستويين الرسمي والشعبي وقالت إن هذه الزيارة تعد فرصة مناسبة للاطلاع على ما أنجزته مملكة البحرين من تطور في مختلف المجالات مؤكدا أن ما يربط بين مملكة البحرين والسلطنة عمان من علاقات أخوية متميزة يشكل نموذجا لعلاقات المحبة والتعاون بين الأشقة ترجمة نانسي قنقر